بداية بالتأكيد نحمل لك الكثير من الذكريات في كرة القدم المصرية مع نادي الزمالك وأعتقد أنك أيضا تحمل كثير من الذكريات بالتأكيد كل ذكرياتي مع نادي الزمالك تعني كرة قدم جيدة وكرة قدم جذابة مع الكثير من الشباب وكثير من المواهب سعود نوعا ما في المستوى حين بعد فترة من النتائج السيئة مع الفريق وحققت التعادل سلبيا مع الأهلي وأعتقد أن لي ذكريات جيدة مع الزمالك لأننا كنا نقدم كرة قدم جذابة وجيدة وصعد معي عدد من اللعبين الشباب الاستثنائيين هذا هو ما تتكره هذه كل الذكريات الجيدة التي تأذكرها عن الزمالك ومصر هل تتذكر أي من اللعبين الشباب اللي تلعوا معك وأنا شخصيا أتذكر بعض الأسماء ولكن هل تتذكر أسماء بعينها تشتغلوا معك الأكثر شهرة بالتأكيد هو شيكابالا هو لاعب كبير ولكن لم أعد أتذكر لهم يعد لديك الكثير من الأسماء في ذكرته ولكن اللي يبقى فقط شيكابالا هو اللعب الذي أتذكره شيكابالا من اللعبين اللي أنت كنت تتكلمت قبل كده أنه من اللعبين المصرين اللي كانت ممكن تبقى متواجدة في ملاعب أوروبا ليه شيكابالا في رأيك ما كملش مشواره أو ليه ما ما استمرش بشكل أكبر في الملاعب الأوروبية شيكابالا هو أحد الأعمدة الرئيسية في زمالك في ذلك الوقت نعم هو كان لديه القدرات الفنية التي تؤهله لكي لعب في فريق كبير نعم في أوروبا ولكن في الوقت الذي كنت موجودا فيه في القاهرة ما كان يستطيع أبدا أن يغادر الزمالك وأن يتركه في هذه المرحلة في الفترة اللي عدت فيها مع نادي الزمالك هل ترى أنها كانت فترة ناجحة؟ لماذا لم تستمر طويلا؟ لا أن رئيس نادي الزمالك تغير الرئيس النادي الجديد الذي تولى في هذه الفترة كان يريد أن يبني فريقا جديدا ولم يكن يعرفني وكان يعرف هينري ميشيل المدرب الفرنسي وكان يفضل أن يأتي به إلى الزمالك وفي نفس الوقت أنا فضلت الرحيل إلى المغرب أو تونس بعد رحيلك من نادي الزمالك هل عرض عليك نادي الزمالك مرة أخرى العودة للفريق في أي فترة من الفترات؟ هل أنت تتركه؟ نعم لا لا أتركه لا أتركه لا أتركه نعم لا أتركه أنا لا أتركه 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 لا أتركه أنت تتركه بعد أن رحلت من المرة الأولى تكتب لا أتركه أتركه هل تتذكر في أي عام تحديدا؟ في أي موسم تحديدا؟ ما اتعرض شعلي الى تونس ثم الى المغرب لا اتذكر بالتحديد متى وعملت مع رجاء كازابلانكا وصلت معهم الى نهائي دور الابطال الافريقي ضد فريق التراجع التونسي ولم اتلقى اتصال مرة اخرى من فريق الزمالك هل تتابع نادي الزمالك في الوقت الحالي؟ اشاهد من وقت الاخر هذا يكون مثير نوعا ما اعتقد انه الان هو الرابع في ترتيب دوري المحلي واعتقد انه فاز باخر مباراة لعبها في الدوري المحلي فريق الزمالك ومن الفرقة التي اثرت فيه كثيرا ولا يمكن ان انساها واطعبها باستمرار واحد من اللاعبين الرائعين اللي انت طلعوا معاك فترة الشباب او اللاعبين الشباب اللي سعطوهم ليه الفريق الاول كان النجم علاء علي رحمة الله عليه توفاه الله منذ ثلاثة اعوام تتذكر علاء علي؟ للاسف لا اتذكر للاسف لا اتذكر للاسف لا اتذكر انت تقول انه توفى منذ ثلاثة سنوات انا لم اكن اعرف هذه المعلومة